سيدنا الكرام مرحبا بكم يسعدني أن أصحابكم من الآن وحتى نهاية فقرات المسائية لهذه الليلة وأبدأ معكم بهذا الموضوع حيث كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت عن قيام زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل أفيقاباي بزيارة سرية في الثاني من شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي قالت القناة في تغريدة على تويتر إن أجاباي التقى كبار المسؤولين في الإمارات وتناولت اجتماعاته الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خطة السلام الأمريكية والوضع السياسي في إسرائيل وأضافت القناة أن أجاباي توجه إلى أبو ظبي في رحلة من مطار الملك علياء في العاصمة الأردنية عمان كانت هيئة البث الإسرائيلية مكان قد كشفت في وقت سابق كشفت عن زيارة رئيسي أركاني جيش الاحتلال غادي إزنوكوت الإمارات سرا ولمرتين خلال نوفمبر الماضي والتقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعدد من كبار العسكريين الإماراتيين وللحديث حول هذا الموضوع رحب بضيف عبر الأقمار الاصطناعية من غزة دكتور صالح النعامي الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي دكتور صالح مرحبا بكم انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية أيضا من اسطنبول الأستاذ جاسم راشد الشامسي مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق مرحبا بك أستاذ أبدأ معك دكتور ما هي قراءتكم لهذه الزيارة والدور الذي تسلمته الإمارات بشكل سري ثم علني مفضوح أعتقد أن مظاهر التطبيع الآن ما بين الكيان الصهوني والإمارات لم يعد خبرا بمعنى أن تكرار زيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين الصهاينة لأبوظو بتحديدا بات أمرا عاديا يعني قبل فترة زارت الوزير الليكودية وزيرة الثقافة والرياضة ميرا ريكيف شكرا أبوظبي وزارت المسجد الكبير في أبوظبي مع أنها هي التي وصفت الأذان الذي ينطلق من المسجد الأقصى بأنه نباح كلاب محمد كما قالت كما أنه زارها وزير الاتصالات أيب قرى دولة الإمارات شاركت في مناورة جوية مع إسرائيل في نظمة في اليونان قبل عامين والسفير الإماراتي في واشنطن يلتقي بشكل طبيعي مع السفير الإسرائيلي رون ديرمر كما أنه هناك لقاء سابق في 2012 ما بين رئيس الوزراء الإسرائيل بنبي نتنيا ووزير خارجية الإمارات هناك أيضا حديث قبل عام تقريبا صحيفة معاريف كشفت بأنه شركة يرأسها قائل سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن إلياهو تقوم بتوريد السلاح للإمارات أيضا تقدم استشارات أمنية وبالتالي هناك طيف واسع من مظاهر التطبيع والتعاون ما بين الإمارات وإسرائيل والمفارقة أنه هذا يأتي في ظل وجود الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تطرف في تاريخ إسرائيل حكومة بن يمين نتنيا ويبدو هذا وكأنه مكافأة لهذه الحكومة والتيار يمين متطرف على كل ما يقوم به ضد الفلسطينيين وضد العرب نعم دكتور صالح سأسأل الآن إذا سمحت لأستاذ جاسم راشد الشمسي مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق أستاذ جاسم ما الذي يدفع الإمارات إلى التطبيع مع إسرائيل إلى شراء البيوت إلى إنقاذ إسرائيل كما قال ترامب الرئيس الأمريكي وإلى هذا الدور الريادي أن تكون الإمارات رائدة للتطبيع العربي لإسرائيل ماذا ستجني الإمارات في تقديرك بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بكم جميعا مرحبا بك سيد إذا أردنا أن نعرف السبب هذا القرار وهذه الخطوة الإماراتي يجب أن نعرف مصدر أو مرجع هذا القرار الإماراتي الإماراتي مثل ما يقول كل إنام ما فيه ينضح عندها خلطة خاصة من الخبراء الذين يجتمعون على عداوة التيار الإسلامي عداوة المقاومة الإسلامية عداوة المشروعات الأمة العربية ومن ضمنهم دحلان دحلان المنسق السابق الذي ينسق بين السلطة الفلسطينية مع العدو الصهيوني والذي طرد من غزة ثم طرد من الضفة الغربية بسبب فسادة هو الآن المحرك الدينمو موجود الآن مستشار عند محمد بن زايد ينسق العلاقات مع الإسرائيليين وبالتالي من الطبيعي أن يقيم هذه العلاقات مع العدو الصهيوني الأسباب كثيرة الأسباب ممكن أن نجملها بعد فترة لكنها أيضا هذا النقطة الأولى النقطة الثانية المشروع الذي ذكره نتنياهو قالوا أن هناك علاقات خفية مثل ما بين قوسين التطبيع الخفي مع العرب من أجل الوصول إلى التطبيع الظاهر والعلاقات دبلوماسية مع العرب هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة التي ذكرها دانون السفير الأمريكي أفرنا إسرائيلي في لدى الأمم المتحدة الذي قال أن نتنياهو التقى مع زعماء عرب يعني في واشنطن وأن العلاقات مع العرب الآن أصبحت جيدة ومشجعة وبالتالي يشجع أن العدو الإسرائيلي يخطو خطوة أخرى لمواجهة العدو الوهمي والمشروع الإيراني والقاعدة وغيرها والإرهاب لكن الحقيقة أن هذه الأهداف أهداف شخصية يحاول القيادة في الإماراتية متمثلة بشخص شخصين التلميع صورتهم الوصول إلى قلب الأمريكي عبر التطبيع مع العدو الصهيوني يعني يعطي انطباع ظاهريا أنهم يريدون أن يسوي القضية الفلسطينية ويحلون مشروع يحاولون أن يجففون الصراعات في المنطقة لكن الحقيقة بهذه التطبيع وبهذه الخطوة لا تزيد الوضع إلا تعقيدا والمرارة مرارتين والمشكلة مشكلتين في المنطقة العربية بشكل عام دكتور صالح هذا الذي يأتي من الإمارات بعض المراقبين يفسرونه على أنه يأتي ضمن خطة ترامف في موضوع السلام وتحديدا في صفقة القرن أي حصان بين قوسين حصان تروادة ستلعبه الإمارات في هذا السياق؟ يعني أنا في تقديري الرهان الإسرائيلي على دور الإمارات الرهان الأهم والأكثر جذرية لا ينحصر في مظاهر التطبيع التي نراها بل الرهان يتمثل في الدور الإقليمي للأمارات إسرائيل تعتبر أن الدور الإقليمي للأمارات يعني يأتي ضمن المجال الحيوي لها يعني عاصبي مثال إسرائيل مرتاحة تماما كما تكشف عن ذلك محافلة تقدير الاستراتيجي في إسرائيل مثل مركز أبحاث الأمن القومي ومركز الأبحاث التابعة لجمعة بار إيلان بسبب دعم ورفض الإمارات ولذلك سألتك دكتور سالح في صفقة ولذلك سألتك إجمالا لبعض هذه القضايا أرجو أن تفصل فيها صفقة القرن هي سيكس بيكل جديدة كما يريدها ترامب مرة أخرى في هذه النقاط بالتحليل ماذا ستقدم الإمارات بمالها بحصان تراودة الجديد في هذا السياق حسان ترواد عفوا أولا فيما يتعلق بمظاهر التطبيع في ظل مواقف حكومة الأمين المتطرف المعروفة التي ترفض قامة الدولة فلسطينية تصر على التهوية تصر على الاستيطان مع الكشف عن بنود سفقة القرن كما تحدث عن ذلك بشكل صريح نعم وزير الحرب الإسرائيلي بوكدن لبرمان فأنا في تقديري أعتقد أن هذا أمر بالغ الخطورة نعم فمعليش في صوت بالغ الخطورة أنا أسمعك جيدا دكتور صالح قلت بالغ الخطورة نعم أرجو أن تبقى معي دكتور صالح في اتظار بما يصلح هذا الخطأ من المصدر أستاذ جمال جاسم تم الاتفاق مع زيارة الوفد الإسرائيلي على بيع أسلحة لأبو ظبي وعلى زيارة ضباط إماراتيين كبار إسرائيل قريبا جدا يعني تفتخر الإمارات وتوظف ذلك لها سرب من الطائرات الأمريكية تقتل به الإماراتيين وتحارب الكثير من المسائل ذكرتها المشروع التيار الإسلامي الربيع العربي ماذا تجني أيضا إسرائيل من هذه الصفقة وماذا ستجني الإمارات تحديدا في مسألة العسكر وأيضا بيع الأسلحة هل هذا ما ينقص الإمارات أصلا إذا أردت أخي أن تفصل في الموضوع هذا أن الإمارات قولا واحدا لا تستفيد من هذا التطبيع من العدو الصهيوني لأنه ليس هناك علاقات مباشرة تجارية قوية مع العدو وليس هناك حدود بحرية أو برية مع العدو الصهيوني لكن الإمارات كما يقول مسؤولين بالإمارات أن العلاقات أو إسرائيليين أيضا يبررون ذلك علاقات مع الإمارات أنها عبارة عن هناك اتحاد مع الإسرائيل الكوية الصهيوني لمواجهة إيران الإرهاب الإيراني ومواجهة القاعدة ثم لتقليص المنطقة من الصراعات الحالية موضوع إيران حتى يعرف من زار دبي ومن زار الإمارات الجزر الإماراتية محتلة من إيران التجار كبار التجار والذهب والتجارة والسفن وكلها المال الإماراتي هو الذي الإيراني تجار كبار تجار متجنسون من إماراتيين إيرانيون كيف يفهم هذا الكذب الأبيض بين قوسين إذا جازني أنا أقول هذا التناقض الواضح والذي يعرفه وعرفه أنا وأنت خلفاضل لكنها وأيضا تبرر أو تكشفه الجزر الإمارات المحتلة ولم يقوم الجيش الإماراتي بيرجع هذه الجزر المحتلة بل يحاول أن يبدل ثروات الإمارات في ليبيا أو في اليمن وغيرها هذا شيء مفضوح وواضح لكن هم هذا التبرير الذي يتشدقون فيه من أجل ذر الرماد في العيون لكن الحقيقة التي نعرفها أن هذا التعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني يعمل أول شيء لمكافحة المقاومة العربية التي أحرجت الكيان الصهيوني وأيضا إلى تسوية قضية الزعامة في الإمارات من أجل وصول محمد مزالي الكرسي عبر التنسيق مع الإسرائيليين وبالتالي اعتمادها كرئيس مقبل في الإمارات وأيضا لمحاولة الهيمنة على المنطقة ومنع الشعوب العربية من التمتع بالحرية التي يسعون إليها عبر المشروع المقاومة المناهضة لتحرر الشعوب العربية هذه الشعارات الموجودة الآن بمواجهة إيران كما قلت أخي الفاضل ليس هناك شيء على الواقع يعز ذلك ولا يبرر لهم بشكل عملي أنهم فعلا جادين في مكافحة إيران وبالتالي إيران الآن تتحرك في سوريا وفي اليمن بحرية وبالعاكس الإمارات طبعت مع النظام بشار الذي له علاقات مباشرة مع الإيرانيين إذن أخي الفاضل هي كما قلنا عبارة عن أهداف شخصية تسعى إليها الزعابة الإماراتية من أجل تحقيق مطامع شخصية محدودة وليس تحقيق الأمن الإماراتي بشكل مباشر شكرا جزيلا لك في إسطنبول أستاذ جاسم راشد الشامسي مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق شكرا جزيلا دكتور سالح أعود إليك ربما في سؤال أخير كان الفلسطينيون يخشون من العدو الإسرائيلي على أرضهم على حقهم والآن صار الفلسطينيون يخشون من العرب العاربة بين قوسين كما يصف البعض ما هو الخطر الإماراتي ويؤسفني أن أقول الخطر العربي المهرول سريعا على الحق الفلسطيني على الأرض الفلسطينية على الكيان الفلسطيني سيد عبر عن هذا بين يمين نتنيه بشكل صريح واضح قال أن نظم الحكم العربية تتهافت على التطبيع معنا على الرغم من مواقف حكومته حكومة اليمين المتطرف من الصراع وهو طبعا شمت بالفلسطينيين وقال العرب يطبعون معنا رغم نزوات الفلسطينيين لكن أنا في تقديري الإسهام وأنا كنت هذه الفكرة كنت أحاول أن أوصلها في السؤال السابق نعم الإسهام الإماراتي في الاستراتيجية الإسرائيلية يتجاوز التطبيع المباشر أولا إسرائيل مرتاحة تماما من دور الإمارات في تثبيت مخرجات الثورات المضادة وتحديدا دعم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل ترى في استقرار نظام عبد الفتاح السيسي أحد أهم ركاز أمنها القوم بينها إلى لين ثانيا إسرائيل مرتاحة من موقف الإمارات التقليدي من الإسلام السني وبذات الإسلام السني المقاتل تحديدا حركة حماس وبالتالي قون أن هذه أحد مصادر التهديد للأمن الإسرائيلي أيضا إسرائيل مرتاحة تماما من موقف الإمارات من دول تشكل تهديد وخصم لإسرائيل تحديدا تركيا وبالتالي هذا الدور الإماراتي الإقليمي هو بالنسبة لإسرائيل أهم بكثير من مسألة التطبيع التي بالإضافة إلى أن هناك نقطة مهمة جدا ذات اعتبار شخصي لبن يمين نتنياهو عندما تقوم دول أنظمة حكم بالتطبيع مع إسرائيل في ظل وجود حكومة الامين المتطرف فهذا يشكل ماركة هذه هادية انتخابية لبن يمين نتنياهو وبالمناسبة أستاذ محمد في الحملة الانتخابية لبن يمين نتنياهو عشية الانتخابات في 9 أبريل القادم أهم شعار لبن يمين نتنياهو أنه هو على الرغم من كل تطرف حكومته هو الزعيم الإسرائيلي الأول الذي أقنع النظر من الحكم العربية بالتطبيع مع إسرائيل وهذا لكي يقول المعارض الإسرائيلي على الرغم من كل انتقاداتكم لي فأنه تحديداً معي أنظمة الحكم العربية تطبع وبالتالي هؤلاء يساهمون في تكريس حكم اليمين المتطرف في إسرائيل وطبعاً هذه طامة أخرى يعني نعم 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 دكتور طبعاً نتنياهو كما قلت دكتور صالح نتنياهو كما قلت يفخر بأنه أقنع حكاماً عرب ولكنه لا يمكن أن يقنع الشارع العربي الشارع العربي كما تعرف دكتور مع الحدث الفلسطيني دائماً وأبداً شكراً جزيلاً لك دكتور صالح النعامي الكاتب والباحث في شؤون الإسرائيلية من غزة شكرا